الاستراتيجية الطبية للبطولات الدولية طبعا استشاري الطب الرياضي الدكتور مصطفى المنيري يا مسائل أنوار سهلا أنوارا كابت المدحة أهلا وسهلا فكرة جميلة وإحنا داخلين على أمم إفريقيا اشرح لنا معنى الاستراتيجية الطبية للبطولات الدولية لكل بطولة دولية بيكون لها استراتيجية طبية للخروج بالبطولة بصورة آمنة بالنسبة للبطولات الخاصة بالاتحاد الدولي كورت القدم بيكون أكثر الاتحادات نظاما في تنظيم البطولات الاستراتيجية الطبية اللي بيفرضها الاتحاد الدولي بتعتمد على ثلاث أعمدة العمود الأول الأطباء أو اللجنة الطبية للاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي الدلع الثاني الجهة المنظمة اللجنة الطبية للجهة المنظمة الدلع الثالث اللي هم أطباء أو الأجهزة الطبية المصاحبة للفرق الرياضية لازم التلاتة دول يعملوا في تناغم قبل البطولة قبل البطولة بستة شهور بيحصل أن بيتحدد البطولات الدولية بيتحدد مكان لقامة زي مثلا إحنا في مصر حنعمل بطولة الأفريقية زي 2006 اللي قدامنا 2006 منظر المهججة لنتمنى أنها تكون بيزد الله هتعود إن شاء الله بيتم عمل طبيب تعيين طبيب من الاتحاد الدولي الطبيب ده بيكون هو المسؤول أو هو القائد أو هو اللي بيشرف على البطولة أهميته أنه بيجي قبل البطولة بثلاث شهور بيلتقي مع الطبيب اللي معيناء الجهة المنظمة أو اللجنة الطبية المنظمة مثلا في مصر نعم وبيبدأوا يتابعوا المنشآت الطبية والأجهزة الطبية بيشترط الاتحاد الدولي عدة اشتراطات الاشتراطات دي أنه لازم يكون مستشفى قريبة من مكان الإقامة على مسافة معينة بيشترطوها الهم من المسافة أنه هو يوصلها في خلال 15 ديئة بيزدادش على 15 ديئة نقطة الثانية أن الفنادي اللي بيكون فيها الحكام أو الـ VIP أو اللعيبة لازم تكون مجهزة بعيادة والنقطة الثانية مجهزة بالإسعافات أولية وخصوصا المتعلقة بالقلب دي لازم تكون مجهزة وفيها طأم يقدر يتعامل مع أي حدث طارق خلال 5 دقيق النقطة الثالثة أنه هو بيجي بيجتمع مع رئيس اللجنة الطبية المنظمة قبلها بـ 48 ساعة لتأكدوا أن كل الأمور الطبية جهزة مثل أنه بيكون فيه حجرة كشف أو عيادة مجهزة فيه بجوار غرف خلع ملابس اللعيبة تمام بيكون فيه حجرة مجهزة للمنشطات هذه مهمة جدا في البطولات الدولية بتأكدوا أنه فيه عربيتين إسعاف للرعاية المركزة ودخلهم وخرجهم بسلاسة من الأستاذ ملاحظة مشكلة بيتأكدوا من وجود بعض في أماكن الجماهير يكون فيه نوع من الرعاية الطبية بحيث لو أي مشكلة في الجماهير يقدروا يتعاملوا معها المفروض أنه هو بيجي قبل المباراة أو يوم المباراة وبيقعد ناحية الشمال يعني مخصص ليه مكان يقعد ناحية الشمال وبيكون جنبه فريق مكون من 8 أفراد أربعة الشمال وأربعة لمين الأربعة دول لازم يكونوا متدربين على الإصابات والتعامل مع الإصابات الشديدة دخلني في أصعب المشاكل بها دكتور اللي هي قد تواجه المنظومة الطبية أثناء البطولة الدولية أول حاجة ودي ده من الموت المفاجئة لا سمح ده من الحاجات اللي لازم يكون الجهزة الطبية مستعدة لمثل هذا الحدث لأن ده احتماليته وردة يمكن قبل البطولة بيطلبوا من أطباء الفرق المشاركة أن هم يكونوا عاملين كشف طبي ويتم إرسال الكشف الطبي لللجنة المنظمة الدولية ده بيقلل طبعا من حدوث اللفات لكن ومع ذلك بيتم الحدوث وباللاحظ هي ما فيش حد فيش التحام فجأة باللعب بيسكت مقشيا عليه المهم جدا أن يكون في الوقت ده يعملون محاولة السعافات أو محاولة السعافة الإتحاد الدولي لاتي كورت قدم بيشترط وجود جهاز لتنبيه القلب على طول يجب يستخدموه عشان ده بيقلل نسبة الوفيات طبعا ده الموت المفاجئ ده الموت المفاجئ ده الحاجة المهمة كابت المتحد إن إحنا يمكن لو فيه فيديو كده نجيبه إزاي إحنا بنتعامل في مصر لما بيحصل حاجة زي كده أولا بيبقى فيه زحمة جدا مفروض إن محدش يخش الملعب خالص كل اللعيبة تبتعد عن اللعب لذي المنظر لازم يبقى منظر حضاري النقطة التانية إن يدي الفرصة للأجهزة الطبية إنها تتعامل مع مثل تلك الحالات طب دي الحالة والارتجاج المخ إصابات المخ كابت المتحد من الإصابات المنتشرة جدا في ملعقة كورت القدم وقد تؤدي بعض الإصابات إلى ارتجاج وهي فقدان الوعي وبلع إيه كما يقول ارتجاج لسان وتوقف التنفس ودي بتظهر كتير قوي ولازم يتعمل لها إسعاف أولي لفتح مجرى الهوى لأنه لو ما دم فتح مجرى الهوى ممكن اللي عيب ده فرناندو توري ممكن يحصل له وفاة الارتجاج في المخ دلوقتي من الأمور اللي مهتم بيها الاتحاد الدولي لكورت القدم وهنا تلموا عليه وهم يفاهمين إيه عشان يتلموا عليه كتيرا هو مفروض من اللحاجات اللي بيوصي بيها الاتحاد الدولي دلوقتي إعطاء كورسات ثورات تعليمية وتدريبية للعيبة للتعامل مع مثل تلك الحالات لأن الحالات دي محتاجة سرعة كل دي ارتجاج في المخ كل دي ارتجاج في المخ خبطات في المخ بتؤدي إلى فقدان في الوعي ارتجاج في اللسان قفل مجرى الهواء ولازم يتعامل معها اللعيبة بسرعة دي فيما يتعلق بالارتجاج نحن نتحدث عن الموت المفاجئ لقدر الله نجد دلوقتي اللعطات دي أمامنا الارتجاج في المخ طبعا بعد كده مجرد اللعب بتعمل لسعفات الأولية بيرجع تاني اللعيب بصورة كبيرة إلى الطبيعة لكن ممنوع إذا تعرض اللعب الارتجاج في المخ عشان دي حاجة مهمة أنه يلعب في نفس اليوم اللي حصل له الارتجاج لازم يلعب في يوم التاني لأن بعض اللعيبة بيحصل لهم أنهم بيفوقوا من الارتجاج بيصمم أنه هو يلعب ويمكن كان فيه بعض المباريات في البطولة الأسيوية لعب من الإمارات أسيبها بارتجاج مخ وصمم أنه يلعب وفعلا لعبه وده كان نوع من الخطرة مخطرة كبيرة جدا أن اللعيب إلى حد ما بيكونش في وعيه وممكن يصمم أنه هو يلعب لكن للأسف يعني مفهوض أنه ما يلعبش في نفس اليوم وبعد بعد كده عليه الكشف بطريقة معينة دلوقتي الاتحاد الدولي واضحة إزاي إحنا دلوقتي نقيم اللاعب بعد تعرضه للارتجاج مهتمين بيها جدا جدا دلوقتي في الاتحاد الدولي نزل لكسرة الإصابات بالرأس وارتجاج المخ نسيب الارتجاج المخ نروح بقى للعمل التالي الكوارث الكوارث طبعا الكوارث اللي ممكن تحصل دي كوارث متعددة الكوارث بمعنى أن العدد الإصابات بيكون أكتر من استعدادك لها دا تعرفها يعني تحصل إصابات أو تحصل كارثة أكتر من استعدادك وبالتالي استعدادك لها المسبق دا بيخليك تقدر تنقذ أكتر عدد ممكن من الحالات طبعا الشغب الشغب دا طبعا أو الحرائق دي من الحاجات اللي ممكن تحصل نتيجة عيوب في الاستاد أو إشعال الحرائق من بعض المشاكل النقطة المهمة جدا ودي أحب أوضحها أنه لما يحصل اشتعال ما نطفيش الشخص اللي اشتعل بالمية ودي شفناه يمكن في حادثة القطر اللي حصلت في مصر لازم وحنشوف دلوقتي مثلا ممكن فيديو أنه بيتم من الشخص اللي تم احتراقه أنه هو بيتلوى في الأرض بحيث أنه هو أو يضغطى أو يضغطى لكن ما نطفهوش بالمية مفهوض أنه بينام على الأرض ويلف يعمل رول يلف نفسه حوالي الأرض عشان الأرض نفسها هي تطفي لكن ما ينفعش انطفيه بالمية 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 لكن هو أهم حاجة أنه يتغطى جايب له هو جاكتة أو حاجة على طول أو هو وينام وينام على الأرض ويلفوه على الأرض يروح طفي لذي برضك من الحاجات المهمة لناس لازم تعرفها أنه ما تتلمش قوي لما يحصل مشكلة اللاعب النقطة التانية لو حصل حريق ما يتطفهش بالمية لكن ينام على الأرض ويتم دورانه ويتغطى بأي حاجة طبعا من الحاجات برضك الشغب الشماريخ الشماريخ دي مشكلة كبيرة جدا ونتقل خطورة جدا وممكن بتصيب اللعيبة ببعض مشاكل جامدة يعني ممكن تؤدي إلى العامة ببعض الأحيان لو تصب في عينيه وبالتالي الموضوع ده لازم يتم طبعا يعني منعه بصورة والناس هواي بتتفرج علينا الجمهور يفهم بقى لازم بنوري له مدى خطورة الشماريخ والكلام ده كل طبعا إنه ممكن يتسبب في عامة لعب هو أصلا أصلا لما بيرمش بيرمشه ما بينشنش على اللعب المنافس ممكن ييجي في اللعب اللي هو بيشجعه وحتى المنافس ما لازم يعني هو نتصور إنه هو يعني هو عاوز يأذي اللعب المنافس لكن هو ممكن في لحظة طبعا في لحظة قد يصيب اللعب اللي هو بيشجعه وبيحبه بالعمة يعني مشكلة مشكلة كبيرة جدا يمكن إنه فيه لقطة في أحد المباريات كنبلة بمجرد إن اللعب مساكها انفجرت ودي طبعا من الأمور يعني لازم نتجنبها جدا ومنع دخول الشماريخ بزرعا ولازم نوعي فعلا زي ما حدك قلت الجماهير يعني ما يفعش النقطة دي شماريخ تخش طيب حيث دي العوامل كله فيه الإرهاب والأمراض الوبائية الإرهاب طبعا بإذن الله بس إحنا لازم يكون الناس عندها وعي دلوقتي لما نركب أي مطار دلوقتي طب ما حضرتك في المطار أي إنسان يكون جنبه شنطة غير شنطته لازم يبلغ عنها لازم دلوقتي اللي بردك يكون فيه وعي أي أمور يحس فيها غريبة لازم يبلغ عنها ما فيش داعي التزاحم قوي في الدخول والخروج كل دي أمور مهمة جدا أسناء الأمراض الوبائية يمكن مصر من البلاد الحمد لله ما في الناحية الصحية جيدة فوق يعني عادة ما يحتاجوش اللعيبة للتطعمات يمكن الجو في مصر حيكون حر في الفترة دي لكن درجة الحرارة المتوقعة السنة دي هتبقى 37 درجة 37 درجة دي مش من الدرجات اللي نخاف فيها على اللعيبة قوي أو من حدوث أوبئة مع زيادة الحرارة لكن بيذن الله درجة الحرارة تبقى ما تزيدش عن 37 طبعا ده بيخلي اللعيبة طبعا الاحتياطات إنها تتناول سواء ممكن فيه إيقاف أثناء الأشواط عشان اللعيبة تشرب ميا لو درجة الحرارة لو حس الحكم إن درجة الحرارة ستأثر على اللعيبة لكن ما فيش أكتر من كده يعني ممتعي شي جميل جدا بشكرك عليك جدا دكتور مصطفى المنايري شكرا شكرا يا ربي خليك دكتور لنا القادة قادمة إن شاء الله أكيد بإذن الله شكرا شكرا